في عام 2022، السينما إلى أين؟ في مصر والعالم يواجه فن السينما حالياً تحديات كبيرة في الأفكار وفي الموضوعات والتكنولوجيا الناقد السينمائي عصام زكريا يكشف أبعاد الأزمة الصناعة في أزمة بقالها سنوات طويلة حتى قبل الكورونا وعن الجائحة ودور السينما والإنتاج الجديد وشباك التذاكر كورونا أثرت على صناعة السينما على حجم الأفلام في العالم؟ أكيد طبعاً 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 المنصات الإلكترونية؟ أن الحظ بقى على العكس يعني الاستفاد من موضوع الكورونا ده هي المنصات كيف ترى حال السينما في مصر؟ صعب عام 2022 وملفاته الصعبة عن السينما عن مستقبلها وطياراتها الجديدة في مصر والعالم حديثنا اليوم من مصر حوارات جديدة في حديث العرب من مصر الخميس السابع مساء على قناة مصر الأولى